في العام 1971 اختار طريقه وحدد نوع رفاقه الذين يودعونه اليوم ففي تلك السنة التحق محمد طماح بقوات الجيش وكانت البلاد بشمالها وجنوبها تسير نحو التحرر من الاستعمار والإمامة وكان عليه ككل جنود تلك المرحلة المشاركة في معارك متباعدة وتحت قيادة منصر يافعي وعلي عنتر خضى أول معركة ضد الحكم الإمامي كانت تلك معركة البلق ضد الملكيين التي جرت في وادي حريب حيث تلتقي المحافظتان شبوى ومارب وتتآلف هناك أهداف أبناء الشطرين المقاتلين للخروج من الماضي وبالنسبة لكثيرين ممن يعرفون تاريخ الرجل فلم يفاجأوا باستشهاده في معركة طرفها خصم قديم يريد إحادة البلاد إلى ما كانت عليه قبل المعركة الأولى محمد طماح المولود في العام 1950 في محافظة لحش تلقى أولى العلوم ضمن ستين طالبا درسوا تحت أشجار قرية بين الواديين وفوق تربتها التي تودعه اليوم ويسير خلفه أبناؤها وأبناء المناطق الأخرى من شمال البلاد وجنوبها أصيب أستاذ العلوم السياسية في الكلية العسكرية السابق ورئيس الاستخبارات العسكرية الحالي بينما كان يحضر حفل إلحاق دماء جديدة إلى الجيش الوطني في قاعدة العند الجوية وقد عزز من إصابته حالة الإرباك التي أعقبت الحادثة كما تبعته إلى المشفى حيث نقل بسيارة غير مجهزة طبياً وتأخر نقله إلى الخارج كل تلك أمور ما كانت تحول دون القدر لكنها كانت تحمل رسالة إلى غيره من القادة أن ثمة من يهتم لأمرهم وهو شريكهم في المعركة ويمتلك إنكانيات دون أن يفعلها لصالح شركائه ودعت اليوم عدن واحداً من القادة الذين أرادوا رؤية وطنهم وقد تحرر من قيود الماضي ومخلفاته غادر قبل أن تنتهي المعركة وقبل أن يرى حلم المقاتلين في وادي حريب وقد اكتمل وأصبح واقعاً